موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزائي الطلبة والطالبات في شرح دروس مادة الفيزياء للصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني المنهج الاستثنائي نبتدي أول حلقات مادة الفيزياء المحول الكهربائي ونقل القدرة أهم الأفكار التي سنستعرضها في هذه الحلقة أولا تركيب المحول الكهربائي وطريقة عمله ثانيا أنواع المحولات الكهربائية ثالثا تعريف المحول المثالي وكفاءة المحول رابعا نقل القدرة الكهربائية من محطات توليد الطاقة إلى أماكن الاستهلاك في البداية خلونا نتعرف مع بعض على المحول الكهربائي يستخدم المحول الكهربائي في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى أماكن الاستهلاك من دون أي خسارة تذكر نركز مع بعض أن أنا أبي أنقل طاقة كهربائية من محطات توليد الكهرباء إلى المدن والمنازل لاستهلاك هذه الطاقة بأقل خسارة تذكر تعريف المحول ووظيفته المحول الكهربائي هو جهاز يعمل على رفع أو خفض القوة الدافع الكهربائية المترددة الناتج عن مصدر جهد كهربائي متردد من دون أن يحدث أي تعديل على مقدار التردد فكرة عمل المحول الكهربائي تعتمد فكرة عمل المحول الكهربائي على ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين اللي درسناها في الأسابيع السابقة خلونا ني مع بعض حق تركيب المحول بما أن المحول الكهربائي يعتمد على فكرة الحث المتبادل إذن ضروري يكون عندي ملفين ملف الابتدائي وملف ثانوي ملفوفين على قلب من الحديد إذن يتركب المحول الكهربائي من رقم واحد قلب من الحديد اثنين ملف ابتدائي وعدد لفاته أنوا يتصل بمصدر الجهد المتردد رقم ثلاثة الملف الثانوي وعدد لفاته أنتو ويكون متصلا بالجهاز أو دائرة الحمل خلونا نتكلم مع بعض عن طريقة عمل المحول الكهربائي مثل ما ذكرنا قبل قليل أن فكرة عمل المحول الكهربائي تعتمد على الحث المتبادل إذن سيمر تيار كهربائي متردد في ملف الابتدائي يؤدي نتيجة تغير هذا التيار شدته لحظيا واتجاهه كل نصف دورة يؤدي إلى تغير في التدفق المغناطيسي مما ينتج عن تولد قوة دافعة كهربائية عند طرفيه ستنتشر خطوط المجال المغناطيسي عبر القلب الحديدي لتصل إلى الملف الثانوي فيحدث أيضا تغير في التدفق المغناطيسي الذي يشتاز الملف الثانوي فتتولد قوة دافعة كهربائية مترددة عند طرفيه الملف الثانوي إذن أنا هني رح تتولد عندي قوتين كهربائيتين الأولى في الملف الابتدائي والثانية في الملف الثانوي إني مع بعض حق سؤال وارد فيه الامتحان ألل لا يعمل المحول الكهربائي بالتيار المستمر نتذكر مع بعض فكرة عمل المحول تتوقف على الحث المتبادل والحث المتبادل لازم يصير عندي تغير في التدفق المغناطيسي ناتج من شنو؟ ناتج من تغير في شدة التيار الكهربائي له أي حق التيار المستمر؟ التيار المستمر هو تيار ثابت الشدة وثابت الاتجاه أو موحد الاتجاه لا تتغير قيمته مع مرور الزمن وبذلك لا يحدث أي تغير في التدفق المغناطيسي الذي يشتاز الملف فلا تتولد قوة دافعة كهربائية بين طرفيه يتم لف الملف الابتدائي والثانوي للمحول الكهربائي حول قلب الحديد نفسه ليش؟ شنو السبب؟ السبب للتأكد أن معظم خطوط المجال المغناطيسي المتولدة في الملف الابتدائي تخترق الملف الثانوي ولا يفقد أي جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء نتذكر مع بعض أنه إحنا قلنا المحول الكهربائي يستخدم لنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى أماكن الاستهلاك بأقل خسارة ممكنة نشوف مع بعض أنه إحنا لفينا الملف الابتدائي والملف الثانوي على نفس قلب الحديد لتدارك أي فقط في جزء التدفق المغناطيسي في الهواء لوييت أبي أستنتج العلاقة بين القوة المحركة الكهربائية أو فرق الجهد الحثي المتولدة في الملف الابتدائي والملف الثانوي مع عدد اللفات N نلاحظ مع بعض عند حدوث تغير في التدفق المغناطيسي في الملف الابتدائي تنشى عندي قوة دافعة كهربائية بين طرفي اللي هي إبسلون 1 تساوي سالب N1 دلتا في على دلتا تي نفس الطريقة يحدث تغير في التدفق المغناطيسي الواصل للملف الثانوي فتتولد بين طرفي قوة دافعة كهربائية تحسب بالعلاقة إبسلون 2 تساوي سالب N2 دلتا في على دلتا تي نلاحظ مع بعض أن الدلتا في على دلتا تي الخارجة من الملف الابتدائي هي نفسها واصلة للملف الثانوي إذن هي ثابتة للملفين واضح وبقسمة المعادلتين على بعض إبسلون 2 على إبسلون 1 رح تساوي عندي N2 على N1 نلاحظ أن الإبسلون 2 تتناسب مع عدد لفات الملف الثانوي والإبسلون 1 تتناسب مع عدد لفات الملف الابتدائي تناسبان طرديا بإهمال مقاومة الملفين نقدر نكتب المعادلة هذه بطريقة أخرى V2 على V1 الجهد الثانوي الجهد الملف الثانوي على جهد الملف الابتدائي تساوي عدد لفات الملف الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي بإهمال مقاومة الملفين نقدر نكتب المعادلة بطريقة أخرى V2 على V1 أي جهد الملف الثانوي تقسيم جهد الملف الابتدائي يساوي عدد لفات الملف الثانوي تقسيم عدد لفات الملف الابتدائي على هذا الأساس نقدر نقسم المحولات إلى نوعين النوع الأول محولات رافعة للجهد والنوع الثاني محولات خافضة للجهد أني مع بعض للمحول الرافع للجهد المحول الرافع للجهد أنا رح أدخل في الملف الابتدائي جهد متردد وأبي أرفعه في الملف الثانوي إذن رح أتحكم بمنهني رح أتحكم بعدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي بحيث تكون عدد لفات الملف الابتدائي أقل من عدد لفات الملف الثانوي وبالتالي سيكون جهد الملف الابتدائي أقل من جهد الملف الثانوي أي نستخدم نهني محول رافع للجهد ننتقل حق المحولات الخافضة للجهد نلاحظ بنفس الطريقة راح أتحكم في الجهد عن طريق عدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي دامني أبي أخفض الجهد شو راح أسوي؟ راح أزيد عدد لفات الملف الابتدائي وأقلل عددها في الملف الثانوي إذن راح يصير عندي أن أن ون للملف الابتدائي أكبر من أن تو للملف الثانوي وبالتالي سيكون جهد الملف الابتدائي أكبر من جهد الملف الثانوي نستنتج أعزائي الطلبة رياضيا أن هناك تناسب عكسي بين شدة التيار في الملف وفرق الجهد بين طرفيه إشلال نبي نستنتج التناسب العكسي بين شدة التيار في الملف وفرق الجهد بين طرفيه؟ الرد حق المحول فكرة عمله نقل الطاقة الكهربائية أو القدرة الكهربائية من محطات التوليد إلى محطات الاستخدام فعلى هذا الأساس وبفرض أن لم يفقد أي قدر من الطاقة المنقولة أو القدرة المنقولة وبذلك سيكون قدرة الملف الثانوي مساوية لقدرة الملف الابتدائي أي أن P1 تساوي P2 نذكر مع بعض قانون القدرة القدرة تساوي حاصل ضرب الجهد في شدة التيار وبذلك P1 اللي هي نعوض فيها V1 I1 للملف الابتدائي تساوي V2 I2 للملف الثانوي نعدل من شكل العلاقة الرياضية تصبح كالتالي V2 على V1 تساوي I1 على I2 نلاحظ من العلاقة الرياضية اللي أمامنا أن هناك تناسب عكسي بين فرق الجهد وشدة التيار بما أن أعزاء الطلبة والطالبات هناك علاقة عكسية بين فرق الجهد وشدة التيار إذن نلاحظ أن المحول الرافع للجهد سيكون خافض لشدة التيار والمحول الخافض للجهد سيكون رافع لشدة التيار ننتقل أعزاء الطلبة للنقطة التالية وهي المحول المثالي من هو المحول المثالي؟ هو المحول الذي لا يسبب أي خسارة أو ضياء في القدرة بين الملفين الابتدائي والثانوي أي أن القدرة الناتجة من الملف الابتدائي نفسها واصلة للملف الثانوي أي لا يحدث أي فقط في الطاقة الكهربائية وبالتالي نشوف مع بعض P1 قدرة الملف الابتدائي تساوي I1 مضربة في V1 وقدرة الملف الثانوي تساوي I2 مضربة في V2 وفي المحول المثالي تكون قدرة الملف الابتدائي مساوية لقدرة الملف الثانوي إذن نشوف المعادلة بشكل عام V1 على V2 تساوي N1 على N2 وتساوي I2 تقسيم I1 هل يوجد محول مثالي عمليا في الطبيعة؟ تعتقدون هل يوجد؟ طبعا لا يوجد محول مثالي عمليا في الطبيعة ما السبب؟ السبب لأن القدرة الداخلة في الملف الابتدائي لا تساوي القدرة الواصلة أو الناتجة في الملف الثانوي ليش نصار فيها؟ بسبب فقط جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء وجزء من الطاقة الحرارية في أسلاك الملفين والقلب الحديدي ما المقصود بكفاءة المحول؟ كفاءة المحول هي النسبة بين القدرة الكهربائية في الملف الثانوي إلى القدرة الكهربائية في الملف الابتدائي لونيين بنسوي لها علاقة رياضية من تعريفها راح نلاقي إن كفاءة المحول تساوي قدرة الملف الثانوي P2 مقسومة على قدرة الملف الابتدائي P1 ولو يتأبي أعوض بقيمة LP راح تصير عندي شكل المعادلة الرياضية كفاءة المحول تساوي P2 على P1 وتساوي I2V2 مقسومة على I1V1 ناخد مع بعض مثال بسيط المثال وهو مثال 2 موجود بالكتاب المدرسي صفحة 38 نقرأ مع بعض محول مثالي يتألف ملفه الابتدائي من خمسين لفة إذن الأنون تساوي خمسين لفة وملفه الثانوي من خمسمية لفة إذن الأنتو تساوي خمسمية لفة وفرق الجهد على ملفه الابتدائي يعني V1 تساوي 10V المطلوب مني أحدد نوع المحول الكهربائي المستخدم علشان أحدد نوع المحول الكهربائي المستخدم لازم أقارم بين عدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي نلاحظهني أن عدد لفات الملف الابتدائي خمسين بينما عدد لفات الملف الثانوي خمسمية إذن عندي الأنون أقل من أنتو إذن ما نوع المحول سيكون المحول محول رافعا للجهد المطلوب الثاني احسب فرق الجهد على طرفي ملفه الثانوي يعني يبيني أحسب V2 نحضر العلاقة الرياضية اللي تم استنتاجها قبل قليل وهي V2 على V1 تساوي N2 على N1 وبالتعويض بالأرقام تعويض مباشر V2 المطلوبة مقسوم على V1 وتساوي عشرة يساوي N2 اللي هي خمسمية تقسيم أنوان خمسين تعويض بسيط بالآلة الحاسبة راح تطلع عندي V2 تساوي أميات ذولت ننتقل إلى مثال اثنين اللي موجود بالكتاب المدرسي بالهامج صفحة ثمانية وثلاثين ويقول محول مثالي يتألف ملفه الابتدائي من أمية لفة الأنون تساوي أمية لفة وملفه الثانوي من ألفين لفة هذه N2 وتم وصل ملفه الثانوي إلى مقاومة قيمتها خمسين أم إذن تم وصل ملفه الثانوي لمقاومة قيمتها خمسين أم المطلوب الأول احسب مقدار التيار الكهربائي في الملف الثانوي علما بأن مقدار الجهد على ملفه الثانوي يساوي 200 فولت إذن أنا عندي هنا لازم أدور لي علاقة رياضية تربط بين عدد اللفات وفرق الجهد بين طرفي الملف الابتدائي والملف الثانوي ننتقل حق مثال تاسعا موجود بالكتاب المدرسي صفحات أربعين وهو خاص بالمحول الغير مثالي نقرأ مع بعض محول يتألف ملفه الابتدائي من 800 لفة الأنون تساوي 800 لفة وملفه الثانوي من 2400 لفة إذن الـ N2 تساوي 2400 لفة تم وصل ملفه الثانوي إلى مقاومة مقدارها 10 أم والمطلوب احسب مقدار التيار الكهربائي في الملف الثانوي علما بأن مقدار الجهد على ملفه الثانوي يساوي 2200 فولت طبعا رح نستخدم قانون أوم لإيجاد التيار الكهربائي في ملف الثانوي واللي نشوفه مع بعض أمامنا I2 تساوي V2 على R2 أي أعوض بقيمة V2 2200 تقسيم R2 لإهي 10 رح يطلع عندي التيار الكهربائي في الملف الثانوي 220 أمبير المطلوب الثاني أن يحق علاقة رياضية الخاصة في القدرة الكهربائية P2 تساوي I2 مضروبة في V2 تعويض مباشر 220 مضروبة في 2100 ويساوي بالآلة الحاسبة 484 ألف واط المطلوب الثالث القدرة الكهربائية على ملفه الابتدائي علما بأن كفاءة المحول تساوي 95% العلاقة الرياضية الخاصة بكفاءة المحول التي هي كفاءة المحول تساوي قدرة الملف الثانوي تقسيم قدرة الملف الابتدائي بس ننتبه أثناء تعويض قيمة كفاءة المحول معطينيها كنسبة مئوية أرجعها إلى أصلها إذا راح أحطها 95 على 100 يساوي 484 ألف تقسيم P1 نطلع P1 ضرب تصالبي وتعويض بسيط في الآلة الحاسبة ننتقل إلى موضوع نقل القدرة الكهربائية طبعا تنقل القدرة الكهربائية المتولدة في محطات إنتاج الطاقة والمستخدمة في إنارة المدن وتشغيل المصانع على شكل تيار كهربائي متردد لأنها تعتمد على فكرة عمل المحول باستخدام المحولات الكهربائية التي تعتمد على فكرة عمل الحاس المتباد أني حق السؤال؟ علل تنقل القدرة الكهربائية من محطات إنتاج الطاقة على شكل تيار متردد طبعا واضح السبب وذلك لسهولة رفع القوة الدافعة الكهربائية أو خفضها باستخدام المحولات التي لا تعمل إلا على مصدر جهد متردد لكن عند نقل القدرة من محطات الإنتاج عبر الأسلاك فإنه يحدث فاقد لجزء من القدرة الكهربائية على شكل حرارة في أسلاك النقل إذن نبي نستنتج مع بعض رياضيا كيف يمكن حساب مقدار الفقد في القدرة الكهربائية المنقولة عبر المحول نتذكر مع بعض العلاقة الرياضية الخاصة بالقدرة P تساوي I تربيع مضروبة في R هذه القدرة المفقودة أو مقدار الفقد في القدرة طبعا مقدار الفقد بالقدرة القدرة أصلا راح تبلش بمنه بالملف الابتدائي إذن P1 تساوي I مضروبة في V1 نعدل شكل العلاقة الرياضية I تساوي P1 على V1 راح ناخذ هذه المعادلة ونعودها بالمعادلة الأولى اللي هي P شرطة الخاصة بمقدار الفقد في القدرة راح يصير شكلها P شرطة تساوي P1 على V1 الكل تربيع مضروبة في R من العلاقة الرياضية لوييت أبي أشوف ما هي العوامل التي تتوقف عليها القدرة المفقودة اللاحظة تتوقف على شدة التيار وفرق الجهد ومقاومة الأسلاك إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات نصل معكم إلى ختام الحلقة الأولى من حلقات منهج الفيزياء للصف الثاني عشر اللي تناولنا فيه موضوع المحول الكهربائي ونقل القدرة شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة